السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد وصمديل. هلنهر ان شاء الله نقدم لكم واحد حلقة ديال فوائد فازلين في التربية الاراني. اذا هذا الموضوع نتحدثو عليه يعني اسمهما الامراض اللي ممكن يداويهم فازلين. واحد غد جيد حالة غريبة ان فازلين غد يشارك في التربية الارانيب. التربية الارانيب وهو التهاب العرقوب. المشكلة اللي قدر يدوي هو التهاب العرقوب. بالنسبة للذكر. اتفاق الله كما تشوفوا معي هالذكر ره سنين بزاف. يعني بطبيون معروف. هذا هو الوزن دياله مني الى الناس اللي ديني التربية الارضية ممكن انهو ما يلقوش هذه المشكلة ديال التهاب العرقوب. احنا كنقولهم معرقب. يعني اسموه التهاب العرقوب وهو انه الارجل الخلفية دياله كيتصابوا بواحد جروح على مستوى الارجل الخلفية. اسموه كيوقعه كيتنتف منه الشعر دياله كيتنتف منه الشعر. وكيولي هذاك الجرح ما حبدو هو كيزيد يعني في الوزن دياله وهو كي اكثر عليه بك اكثر. وخصوصا النظافة. قلة النظافة كين الناس اللي ديرين مثلا كيجان بحال هات الشكل هكا ولكن ما كين القيوش. يعني مثلا هاد هاد القرياج رعني انا دير اللومي كامل لتحت يعني اي اوساخ كتطيح من هناك كين الناس اللي ديرين الكاج ولكن هاد تقوبات دياله كيكونوا صغار. يعني الكارويات دياله مصغيرين. اسمو كيوقع كيوقع ان داك الاوساخ دياله و الفزاك دياله عزاكم الله كيبقى تماء مع مع الارنب. اسمو كيوقع ان هادك الجرح اللي كيجي اه في الارجول الخلفية ديال الارنب. ما كيتعقمش ما كيتطهرش كيبقى مشي كيبقى نقي. كيبقى ديما مصخ. والجرح اذا بقى ديما ما معقمش ما كيبراش. اذا بالنسبة الظاكر اسمو كيوقع. اذا كان في الارجول الخلفية Nachts كيبقى إلهını اسمو كيبقى كيبقى عندقلي التهاب العرقوب كيبقى إنه انه المتقدرش يطلع فوق النتوى أنه استطيع Congress تتعلمCI neoliberatlogo يعني أنه يي Manhattan لدخل كل cœur إمين الأنساوي بهذا السابق قال قل لأنه لا يصاب بالجروح للأرجو الخلفية والأرجو الخلفية هي التي قل مساحة فوق النتوى والأرجو الثالث Gaming هي التي تتم استطاع عنها النتهاج لüneما ي simpl Is-if-if-e-tool-ee بالنسبة للأنت تايمني كتكون مصابة بالتهاب العقوب ديما أنها ما كتكونش على راحتها يعني ديما درجة الحرارة ديلا طالعة يعني ما كتكونش صالحة الولادة كتكون معصبة بزيف كتولي كثير مئة الصغار ديالها قبل من الوقت كتولي ممكن أن تكون الصغار ديالها ديما لا أنها ما كتكونش على راحتها انها ديما كتكون عندها الحرارة درجة الحرارة مرصافعة بالنسبة للدواء الفعال ديال هاد المشكيل هادا وهو بلو دمي سينا واحد الرشاشة زرقة كترشوها فوق هاداك الجرح ومع المدة كتحس بداك شي كي بدي يحيي ولكن الثامن دياله 35 درهم كينا ديال مهم الرخيصة قاع كالدير 30 درهم اللي ما عندوش استطاعة انه يشري هاد بلو دمي تيلان ممكن انه يستعمل دواء ديال هاد الحلقة هادا وهو فازلين فازلين عادية عادية هدي باكية كلها كتدير خمسة درهم كما كتشوفو كين ديال الحاماض كين ديال الورد كين اللي ما فيهاش قع النكهة يعني ما فيهاش الريحة مهم هادي كتدير خمسة درهم شوفو الحجم دياله راها كبيرة بالنسبة للحجم دياله شوفوها كبيرة بالزاف يعني هادي كتقد دهنولهم بها هاد فازلين هادا دهنولهم فالرجل ديالهم وقادي اللي مهمة مهمة فهذا الحلقة وهي النظافة ما تخليوش واحد الجرح وتقولو غادي برب الدواء الا ضروري انه يعني تكون الكاج من القيم زيان او في الارض تاعي الى كان في الارض وكان فيه لتيها بالعرقوب ممكن انكم تديروا له يعني الدواء دياله وهو هاد فازلين ها هو فازلين عادي هادا خمس درهم كلكم خمس درهم ممكن انه تديروا بنا غي شوية رمشي فزاف كد دهنوا شوية في الاصبوع ديالكم ودديرواها على هادي كل الجرح وراكيو اللي مزيان غياء خاص ضروري مع هاد هاد هو هادا فازلين انا معروف مع هاد فازلين هادي ممكن انكم تديروا يعني التعقيم اني هادك الجيهة ممكن انكم تلطع لها واحد فاصمة ماشي للنوع ديال الفاصمة اللي غادي تلصق على الجرح وانما شوية ديال القطن وتلوي عليها وتخليوها كاك واحد نقول واحد اسبوع ولا رمني غادي تحيي دوا هادك يعني الدماظة غادي تلقو داك شي باري الحمدلله اذا فازلين دوا بسيط اه وحتى الناس اللي ما بغوش يديروا الدماظة ما شي مشكي ممكن انكم انكم تديروا غي فازلين وتعقموا داك الجرح مزيان ممكن ان تقوم بحر الفوطة ولا شي منذ يكون انقي ولا قطن وتتعقموا داك الجيهة مزيان و لكن الكاج يعني هاد الكاج اللي هو كيتمشي عليه ديالما يكون انقي باش داك الجرح اللي كيكون في الارجل يكون ديالما معقم وانقي صافي و يلزتوا عليه فازلين را كي يجيب الله تنسيه اذا حلقة ديالنا ايه هذه اه حقيقة ايه فوائد فازلين في تربية الارانيب ولكن فوائد فازلين في يعني للقضاء على التهاب العقوب الخاص بالارانيب اذا الحلقة ديالنا ايه هذه الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيوا لازير جام باش تساندونا و نزيد ونصرح لكم فيديو يات ديالما هال المستوى وتكيوا لازير الزراز كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة